واحدة من أكتر المهارات اللي بتميزك كفنان أو كديزاينر هي قدرتك على الملاحظة والتحليل يعني فكرة إنك تشوف تصميم معين كده لأول لحظة التصميم عجبك جدا عجبني ليه؟ مش عارف فتبتدي تتساءل وتشوف التصميم ده هل الإضاءة بتاعته حلوة؟ هل مثلا الكمبوزيشن أو التكوين أو رصة العناصر في التصميم بتشد عيني؟ هل مثلا فيه glow effect كده شكله artistic؟ إيه الحاجة المميزة في التصميم ده؟ اللي خلت التصميم ده يعجبك فكل ما كان عندك قدرة على ملاحظة وتحليل التصميمات الحلوة فتقدر إن أنت تطبقها على التصميم بتاعك فمن هنا بقى فكرت إننا نعمل سلسلة حلقات جديدة هنسميها تحليل التصميمات ببساطة هنمسك تصميمات معينة أنا جايبها من Behance عجبتني جدا وحابب إن أنا أفصصها معاكم كده ونعرف إيه الحلو في التصميمات دي وممكن تعتبروا كده كنوع من التغذية البصرية فمن غير كلام كتير يلا بينا هننخش في التفاصيل طيب خلينا نخش بقى على التصميمات على طول التصميم الأول من كاي فينيسيوس الراجل ده برازيلي فنان جدا 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 طبعا كل الناس اللي أنا هتكلم عنها في الحلقات إن شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع ال Behance بتاعها في ال Description أكيد يعني طيب خلينا نمسك مثلا تصميم من التصميمات اللي عاملها التصميم ده ده تصميم العربية شفروا ليه؟ بيقول إن العربية بتعرف توصل لأماكن كتير زي في التلج وكذا خلينا كده نبدأ نحلل التصميم ده إيه اللي عجبني في التصميم أنا بحب الناس اللي بيكونوا عاملين المراحل بتاعت التصميم كجي اي اف كده عشان بقدر إن أنا أحملها بدوس على كلمة بارا لينك دي وببتدي إن أنا بشد الصورة كده لجي اي اف مثلا وبحطها كده وببتدي إن أنا بشدها جوة الفوتوشوب بتتفتح لي على هيئة لير فخلينا نشوف بقى إيه الخطوات اللي عملها عشان يوصل للتصميم النهائي الميزة هنا طبعا أنه موجودة في Layers فخلينا نمسك أول لير حط الصورة الأساسية الجزء اللي بعد كده حط صورة جبال تانية وبعد كده حط صورة سما تانية اذا الصورة الاولانية دي بس اخد منها اللي هو التقاطع ما بين السماء والارض اللي هو الجزء اللي فيه سحاب ده اللي هو الجزء ده بعد كده حط صورة السحاب في الاغلب لان الصورة السحاب الاولانية كانت زحمة وفيها سحاب كتير فما عجبتوش فراح حط صورة السحاب دي الخطوة اللي بعد كده شال شوية من اللون الازرق اللي في السماء اللون كان مزرق وفاتح هو شال منه شوية وادى له سنة اصفر في الاغلب يعني بصوا كده كده قبل وكده بعد جميل بقت كده ستحسها درامية شوية لما شال منها وشال منها لون ازرق بعد كده قام عمل من بتاعة الجزء بتاع الجبال ده نقطة اللي بعد كده فتح جدا الاجزاء بصوا الاجزاء الغمقة كلها فتحها ده حاجة زي ما احنا زي ما انتم عارفين بشرح كتير حاجة اسمها يعني كل ما كان العنصر بعيد عندي في الخلفية كل ما كان باهت بتاعه قليل لان هو بعيد ومش بيبقى واضح قوي فاكيد الجبال دي هتكون بعيدة الخطوة اللي بعد كده هو ان هو بدأ يضيف المية فشايفينه هو بدأ يبني ازاي بدأ يضيف بتاعة المية دي بعد كده طبق عليها برضو دي في الاغلب بيعملها عادي جدا يعني انت مسلا عندك زي دي وبتيجي بال وبتبتدي ان انت هتفتح فيها كده فبيدي لك ده ان هي تحس الحاجة بترفع شوية فتحس ان الحاجة آآ بعيدة شوية تمام الجزء اللي بعد كده زودها اكتر ودي في الاغلب ممكن مسلا بالفورشة ام جاي عامل كده بس في الاغلب اللون اللي هو عامله مسفر اكتر لا مش 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 عبيد يعني هو كده في الحتة دي الخطوة اللي بعد كده بدأ يضيف الطلاقي ما بين الجبال وما بين المية عمل في الجزء بتاع الشجر ده وسايفين هنا السليكشن السليكشن بتاع الشجر ممتاز جدا بصراحة ومظبوط ودي الحاجة اللي بتميز الناس اللي شغلها يعني الجزئية اللي بعد كده هو ان هو بدأ يضيف برضو على الجزء ده بصوا العنصر ده عشان بعيد فبخلاه باهت شوية كده بيبقى باهت وبيضاف له سنة لون من اللون اللي المفروض بيبقى في الجو لو انت مسلا جو آآ الظهر فبالتالي بتضيف له سنة لون ازرق كده لو انت مسلا المغرب فاللون اللي غالب على الجو بيكون مسفر فبتضيف للجبال مسلا سنة اصفر وهكذا ونشوف التصميمات اللي جاية وهنا شال آآ الجزء هنا حاسه مسفر آآ مزرق هنا فيه ازرق عالي فقام شايلها الخطوة اللي بعد كده هي ان هو بدأ يبني بقى يبقى دي العناصر اللي هي في الفوق في بدأ يبني بقى العناصر اللي في شايفين في حاجة مهمة برضو يعني التقاطع بقى ما بين والعناصر اللي في لازم يكون جاي بشكل طبيعي فهو عمله بشكل الصخور دي جزء بس بسيط كده بعد كده في هنا حاجة بقى زباطها لان انتو لو هتلاحظوا الجزء ده كان كله اخد تون واحد ولكنه مزرق بصوا الالوان درجاتها كلها في الازرقات لو جيت في الخلفية تلاقيها درجاتها مسفرة شوية وهنا لما انا بقول مسفرة بتكون سنة اصفر بسيطة جدا يعني لو جينا مسلا في الالوان هتلقى سنة الاصفر دي اللي هي ايه اللي هي هنا كده يعني بصوا سنة بسيطة جدا شايفين الابيض اهو هو مسلا ما بيخش كده فدي سنة الاصفر سنة بسيطة جدا يعني مش مش بيروح للاصفر تماما يعني فهنا هتلاحظوا ان الاجزاء اللي في المقدمة هنا مزرقة شوية واللي بورا مسفرة شوية فعشان كده هو بدأ ان هو يديها درجة اللون الاسفل لابصوا كده قبل ايه كده بعد كده قبل وكده بعد كده قبل وكده بعد كمان غم الاجزاء القريبة دي عشان زي ما قلنا كل ما كانت العناصر قريبة كل ما كان الكنترست بتاعها عالي وكل ما كانت غمأة اكتر يعني سنة اكتر وفي المرحلة دي هو تقريبا لقى ان الجزء ده غمأ اكتر فبدأ ان هو يفتحه سنة سنة بسيطة بصوا عشان الشمس جاي من هنا فتبقى دي فتحة سنة بسيطة الجزء ده بس هنا وسلا هنا ضف سنة جديدة وايه سنة الهايلايتس دي بصوا انتم ملاحظين كل حاجة بتتعامل بشكل اللي هو خفيف جدا وسطل اه وده ده طبيعي في البداية ان انا ابالغ شوية يعني انا عايز اعمل شادو فبعمله تقيل جدا ده طبيعي لان انا لسه قوتي دقة ملاحظتي مش عالية فبالتالي مش شايف ان انا لازم اعمل شادو تقيل كده عشان يبقى محترم كده وباين وكلنا كده وانا اولكم يعني فدي كده وبعد كده ان هو بدأ يبني بقى الكوخ ده عشان يضيف للرسالة بتاعت التصميم بعد كده آآ بدأ ان هو يحط عناصر بقى في عشان يدي عمق زي ما احنا قلنا لو عايز تخلي التصميم تحس ان هو داخل جوا كده وفي عمق بتحط حاجات في اللي هي زي مسلا الاعشاب دي وحاجات في اللي هو التصميم الاساسي وحاجات في وبتبقى بلوري كده شوية عشان تدي عمق وكمان الجزء بتاع التالج ده زي كن في صخور كده بعد كده ابتدى بقى يحط صورة الشخص اللي على الشمال وبدأ ان هو يزبط الالوان مسلا هنا دي حاجة لها علاقة شوية بفهمك لنظريات الالوان يعني الشنطة هنا لونها ما فيوش مشاكل لكن هو غيره لانه هو هيندمج اكتر مع التصميم اللي هو اللون ده وبعد كده بدأ ان هو يعمل الضوء والظل يوزعهم بشكل مزبوط آآ لان الصورة نفسها كانت فلات والضوء جاي من على يمين فبدأ ان هو يرسم ضوء على اليمين وعلى الشمال آآ الظل وبعد كده شايفين بقص التركة دي شايفين التركة دي اللي هي تركت آآ شوية تلج كده على على الرجلين بصوا في شوية تلج كده مع سنة من على اليمين تركة بسيطة ولكنها بتضيف كتير بصوا كده قبل كده بعد وكده قبل كده بعد النقطة اللي بعد كده طبعا بدأ ايضيف الشادو زي ما انتم شايفين الشادو معمول بشكل احترافي جدا كمان دخل الرجل بتاعت شخص في التلج كده وعمل الشادو بشكل مظبوط آآ متتبع لزاوية الضوء الدوق جاي من على اليمين من فوق فبالتالي الشادو هيبقى اخد الشكل ده ومش غامق قوي آآ اخد الدرجة الغمقان الطبيعية هنا بصوا بقى مسلا دي حتة برضو تفصيلة وبسيطة ولكنها مهمة جدا تفصيلة العجل بتاع العربية على الارض شايفين دي وبعد كده صورة العربية بصوا صورة العربية مش ركبة خالص بص بقى هو عمل فيها ايه عشان يركبها مع الخلفين نبصوا كلنا ونتعلم بص سريع لو انت مهتم متتمه بتصمات الاعلانات والسوشيال ميديا فالكورس بتاعي بGs متاح دلوقتي تقدر انت تشتري من خلال اللينك موجود في الدس كريبشن. في الكورس ده تكلمنا عن ازاي تعمل تصميم سوشيال ميديا ناجح فنيا وتسوئي. فبالتالي تكلمنا عن اس lunات التسويق. تكلمنا عن اسيات. كلمنا عن اس يات تصميم الجرافيقس الاكاديمية. وتكلمنا عن ازاي تعمل تصميم بالتفصيل. فتكلمنا عن ازاي تقص الصور لصعبة الاصل. ازاي ان انت تعمل ازاي ان انت تعدل على الاضاءات وترسم الاضاءة بنفسك. وطبقنا الكلام ده كله على اكتر من ست مشاريع هتلقاهم موجودين بالتفصيل. ولو قبلتك اي مشاكل في الشراء فيه رقم واتساب يقدر ان انت تتواصل معنا عليه وان شاء الله انحلل لك اي مشاكل. اول حاجة الظل الاساسي. صورة الظل الاساسي. بعد كده حاجة اسمها هو عمل الظل الاساسي. بعد كده عمل الى هو درجة اغمة وفي نفس الوقت برضو ادى للشادو لون. لان هو كان لونه مسفر شوية لو هنلاحز كده بصوا شادو اللي هو عمله كان لونه مسفر شوية. لما ادى له لون بقه لونه مزرق. آآ متماشي مع الخلفية وفي نفس الوقت عمل اللي هو جميل. بعد كده بدأ ان هو يشيل اللي موجودة في العربية نفسها. شايفين ان عكاسات التلج اللي موجودة في صورة العربية هو بدأ انه هو يشيلها بصوا. شاء الله خالص. وبعد كده بدأ ان هو يغير من اللون العربية عشان آآ زي ما احنا عارفين نظريات الالوان ان اللون الازرق والبرتقاني لونين فيدولك شكل التصميم في النهاية حلو. بعد كده اضاف سنة واضاف درجة لون ازرق اللي هي جاية من لون السماء ولون الخلفية اللي حواليه شايفين بصوا شايفين درجة الازرق اللي راحت للاسودات بصوا يعني مسلا ده الجزء ده اسود او غامق يعني بصوا كده قبل بصوا بعد بقى لونه مزرق ازاي لو هنلاحظ بصوا قبل لون الاجزاء دي ازرق بس مش كده يعني فهام لما هو بدأ اضاف لها سنة ازرق بصوا بقى الازرق شوية وده ليه لان اللون نفسه اخذ من الخلفية خلينا شوف برضو قبل وبعد مرة تاني قبل وبعد دي في الاغلب اتعاملت بآ او هتبلك اكتر في الجزء بتاع العجل اللي من تحت بصوا كده بصوا كده العجل الجزء ده مسفر لما هو اضاف له بصوا بقى نيوترال شوية او بقى اخذ سنة ازرق بعد كده هنا بقى بدأ ان هو يوزع الضوء والظل بشكل جديد الجزء ده كان فاتح بدأ ان هو يغمقه الجزء ده فتحه اكتر واحد كده بصوا شايفين جزء ده اللي هو اللي هنا ده غمقه اللي هنا وهنا فتحه اكتر هنبص عليها تاني كده بعد كده قبل كده بعد تمام الخطوة اللي بعد كده بقى وهي ان هو بدأ يفتح الشادوس شوية هو اكيد تحسن الشادوس غمقه جدا فبدأ ان هو يهفتحها بصوا حتى تبنلك في الجزء بتاع الكويتش اللي من تحت بصوا كده قبل ايه ده بعد فتح الغوامق سنة هنا انا اللي انا شايفه لحظوا ان هو بدأ يدي في سنة ازرق هي سنة بسيطة ولكنها غمقت اللون بتاع العربية شوية بصوا ده في الاغلب اعملها بالكالر بلانس انا عايزك تبص هنا بصوا كده قبل الى بعد ده قبل وكده بعد كل ده تفاصيل اه مش هتلاحظها بعينك على طول لازم تقعد تعمل زي ما انا بعمل كده قبل وبعد هنا بعد كده ادى شوية اه اضاءات من على اليمين وبعد كده بدأ ان هو يغمق الازاز بتاع العربية زي كده ازاز فامي الخطوة اللي بعد كده بدأ ان هو يدي كده انعكسات على الازاز دي في الاغلب رسم الجزئية دي بالمسلا بالشكل ده وراح عمل لها بالفرشة كده لسعة اضاءة كده ده في الاغلب يعني اللي انا ممكن المتخيله انعكسات على الازاز بعد كده بقى شايفين التفاصيلة الصغيرة دي اخد من التلج اللي في الارض وقال بتاعته وحطه هنا كانعكاس على سورة العربية فتفاصيل تفاصيل تفاصيل رئيبة يعني عشان ده وده اللي بيخلي التصميم في النهاية يطلع لكم بالشكل اللي انت بتشوفه ومش عارف يعني مش عارف هو عمل كده ازاي وبعد كده بصوا التفاصيلة دي يعني ده هو ضف تلج اه اكني المساحة بتاعت العربية بتمسح فيها شايفين تفاصيل التفاصيل ودي في الاغلب عملها ازاي ممكن يكون جاب مسلا اللير بتاعت وليكن مسلا ادي اللير بتاعت خلينا نقول هناخدها كنترول سي كنترول في مسلا وام حطيتها مسلا على الازاز كده وام عامل لها وده اس كنترول اي خاف المسك ومسلا باي فورشة بقى وليكن مسلا فورشة زي دي وبعد ان هو يرسم الشكل الاول ده مسلا اللي هو كده مسلا يعني وبعد ما يرسمه يبتدي بقى ان هو ايه يلون من بره فتطلع لك بالشكل ده الاغلب يعني او دي طريقة اللي انا ده انا شايف ان هي ممكن تتعمل بيها اه الجزئية اللي بعد كده عمل نفس الكلام بقى بس على شوية اجزاء في العربية يعني مسلا تلج في الاجزاء اللي من جوة دي شوية تلج كده بسيطة على الكويتش آآ يدي كده بسيط وعلى المساحات آآ وضاف كمان على باقي الاجزاء في العربية عشان تضيف واقعية للمشهد لان هي عربية في تلج اكيد في عليها تلج يعني ودي شايفين انعكاس المساحات على الازاز تفاصيل رهيبة وبعد كده بدأ ان هو هنا في الاغلب بدأ ان هو يعمل يعني بدأ مسلا ان هو يمسك التصميم نفسه ويعمل كده يغمق كده بعد كده ندوس ونبتدي بقى نمسك الاجزاء اللي هي الغمقة زي اكي انك بتخلي التصميم اكتر فيبتدي يمسك الاجزاء الغمقة انا بوري لكم بس بشكل مبالغ فيه يعني عشان تبقوا فاهمين قصدي ومسلا الجزء ده يبقى اغمى الجزء ده يبقى اغمى يمسك الاجزاء اللي هي المفروض تبقى زمقة ويبتدي ان هو يزود عليها فبتخلي العربية حس ان هي اكتر دي مرحلة اللي هي بعد كده بتبقى بنفس الطريقة ولكن بيعليها كده ويبتدي ان هو يفتح بقى في الاماكن اللي محتاجة تبقى افتح مسلا فدي الطريقة يعني وخد طبعا وقت والتفاصيل عشان تطلع بالشكل ده الخطوة اللي بعد كده ان هو بدأ يضيف تأسير ضباب كده في الخلفية شايفين ده ده في الاغلب برضو بفرشة فوج او ضباب فرشة فوج وبدأ ان هو يضيف شوية لون كده في الاجزاء اللي في الخلفية اللي هي الاجزاء الغمقى اللي في الخلفية وبعد كده بدأ ان هو يضيف شوية سحاب كده في الخلفية وتأسير الضباب هنا بصوا الجزء ده وده زي ما احنا قلنا كل ما كان العنصر قريب من الارض كل ما كان تأسير الضباب ده المفروض بيبقى فيه اعلى شوية لانه هو الضباب ده بيبقى ناتج عن تطاير زرات الغبار في الجو. فطبعا اي حاجة قريبة من الارض بتكون الغبار فيها اكتر يعني. فعشان كده بتدي لك ده. وده اللي بيحصل في الطبيعة وانت لما بتيجي تعمله في التصميم بتاعك بتحس ان التصميم واقعي. بعد كده الحاجة الاخيرة ضاف بقى اللي هو السورس الف لايت الاساسي اللي هو الشمس وهنا شايفين الشمس هنا اخد بالك من درجة اللون بتاعتها لونها ابيض. لان فعلا لو جبت اي رفرنس لصورة الشمس في اجزاء فيها تلج وكده هتحس ان الشمس لونها ابيض مش لونها مسفر وبعد كده بدأ ان هو يدي لها اكتر اكيد بلينس فلاير وبدأ ان هو يزود في الاجزاء الحواف شايفين? وشوية خفيفة كده اه بتكون ناتجة عن عكسات ضوء الشمس شايفين اللينس فلايرز دي. دي بتبقى فرشة يعني مسلا الفرشة زي دي كده ساني انا صغارها كده ويبتدي مسلا ان هو يعمل كده. بس طبعا ايه? بشكل يعني اللير تكون صغيرة كده مسلا. دي بتبقى في فرشة مخصصة في فرش معينة كده كده مسلا. فده اللي هو عمله هنا. تمام? وبعد كده اخر خطوة هي الاخير عن طريق الكاميرا بدأ ان هو يغمى مسلا اللي هنا يزود بقى للتصميم. وبس يا سيدي دي كانت الخطوات اللي قدت ان التصميم اللي موجود قدامك ده يطلع. طبعا لو شغلتلك هتلاقي الموضوع اسرع بكتير من كده فخلينا نتفرج عليه المرة اخيرة بشكل سريع قدامكم. وهتلقى النتيجة النهائية. اه ده ده اللي بيفرق طبعا ديزاينر عن تاني وده اللي بيخلي الشركات الكبيرة تشتغل مع الناس دي طبعا لان شغلها فعلا وبتهتم بتفاصيل فظيعة. انتو شايفين مع انا انا منباهر اصلا بكم التفاصيل المبزولة في الشغل ده. وده كان المنتج النهائي واحنا بنتفرج على التصميم. فما بيعلك في التنفيذ نفسه وهو الشخص بينفذ التفاصيل دي. اكيد اكيد الراجل ده عنده خبرة كبيرة جدا في النوع ده من التصميمات يعني اللي هو اللي بتستهدم فيها بصراحة انا كنت مقرر ان الحلقة دي يكون فيها اكتر من تصميم بس انا اتفاجئت ان انا الوقت سرح مني والحلقة طويلة فانا حابب اخد رأيكم برضو في الكومنتز ازاي ممكن نعمل الحلقة دي هل الطريقة دي مسلا حلوة ان انا اخد وقت كده في التفصيلة بتاعت التصميم من اول والاخر وكده ولا ان انا اجري اكتر اسرع من كده عشان اعمل تصميمات اكتر ولا ايه الطريقة يعني اللي ممكن نعمل بها حاجة زي كده لان انا احس ان هي مفيدة بس في نفس الوقت انا حسيت ان انا طويلت او فاقولولي في الكومنتز تحت واس كده يا معاقر محمد علي سلامة.